أهلاً وسهلاً ومرحباً 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 أخرى المغرب الجيد من شاء الله هذا نسميه واحد الفيديو إضافة على ذيك الفيديو السابق قبل أن ندخلوه في الموضوع دي أنا سمعت أنا بحل تصباح ولا لأن المغرب نطلب المساعدة للفرنسا لتعاونه ويخرج غعاية صاحب الجلال الذي كانت معلقين في السودان كانت حرب اسمه أهلية والمغرب ستطلب المساعدة للفرنسا ماما فرنسا اللي دبا لكن هذه الحملة شرسة ضدها في المغربية كما كان ينشتها يقدر شيء مسلم ولا شيء ههودي ولا شيء مسيحي يجي يقول لك لا هذه حالة إنسانية أخا انتفق معك ولكن شفت هنا البعيان دي الوزارة الخارجية المغربية يقول بأن صاحب الجلالة أعطيت تعليم الدير السامية لكي يخرجوا الناس من السودان لا لا تتكلمش على فرنسا ما قلت بأن المغرب طلب المساعدة لماما فرنسا ما قلت بأن المغربة اللي خرجوا من السودان ماشي واحدين يمشون العربية السعودية من دازو من دي القاعدة العسكرية اللي كان فين؟ القاعدة العسكرية الفرنسية اللي كان في جيبوتي ما تكتبوش على الناس هل يمكننا أن نتخلوا في ذي الموضوع ذي لنا ذي لانقلاب العسكري ما شهر هو الموضوع ذي لبنية السرية موضوع ذي لبنية السرية هذا هذا الأسبوع الذي نخرجه هل سنتحدث عن ذي شيء ذي إيكونوميست ذي الرابطات التحقيق الصحفي اللي يعمل ذي الصحفي يثبتو نيكولا بيلام أجلوشي أخوان قال لك كيفاش؟ المخزن سيعملوا نقلاب ضد المالك وش يحدين يقولوا أحد والمخزن هو المالك والمالك هو المخزن كيفاش المخزن سيكون ضد المالك والمالك هو المخزن والمالك هو المخزن ومعقلتوش ديكسي اللي تعلمتوه في التاريخ في أوائل القرن عشرين كانت واحدة حرب أهلية مغربية بين السلطان عبدالعزيز وأخوة السلطان أو سلطان حافظ هم بجبهم ولاد السلطان الحسن الأول ومعقلتو سعود من اللي كان عنده استعمار كان المخزن أخزن تآمر على من؟ في الف وتعمية ثلاثة وخمسين تآمر على السلطان محمد الخامس محمد باليوسف كانت عريضة خرجت فيها أسماء البشاوات والقويات والخلافاء والبشاوات والبشاوات كانت عريضة مسؤولين كبار في المخزن ضد من؟ ضد السلطان؟ محمد الخامس محمد الخامس هل تعلمتها في التاريخ؟ هذا المخزن؟ البشاوات القائد؟ نخليف هذا القائد؟ القاضي؟ في الوقت استعمار كان المخزن وفرينسا كان مفوق السلطان أنا أخبركم أنه ينرد المخزن ضد السلطان هذا المخزن وفرينسا يقلوا أن هذا محرف هذا محرف هذا مؤامرة وفرينسا يخلقوه في القرن عشرين كان يقول وقالوا بأن الحسن الثاني في الثمانينات أخرى الثمانينات قالوا ما كان يستزمع مرض وقالوا نجزي ستبا ما كان يستزمع مرض ثم كدابا ثم كتأمر على المغرب ثم مع الجزائر وكان أحزاب بديك الوقت أحزاب بشي كاملين أحزاب صفقوا الحسن الثاني وقالوا تزمع مرض ما كان هذا شي كدوب مؤامرة هادو خدامي مع الجزائر هادو خدامي مع فرنسا هادو خدامي مع الموساد هادو خدامي مع المريكان هادو خدامي مع السبانيول وقالتوا هاود في تسعينات تلك الصحافية أنسان كلاير جاءت المغرب وعملت السيجوان مع الحسن الثاني وتلفزها وصولتوا قتلوا تزمع مرض وقالوا صاف إذا ما تزمع مرض هنا صاف يشدينها وقتلوا وقلعات مقونا الحب السيغي دي القلعات مقونا ألا هو سمعوا سمعوا شنو كيقول شيء Binم مرضى المهم companion المهم كتابية Lvc أليس ليس لا 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 الان كامل سيروز حسن التساني كان يكذب علينا في الوصفات كي قلنا ما كيوش قلعة تبقونا و الكذبة دي اللي برح ويلي حقيقة تاريخية ولدو محمد السادس عوض الناس ولدو محمد السادس عتده بأن با تكرفص على عباد الله باقت العباد الله باعت بعد عباد الله كانت ازمامرت كانت قلعة مجونا كانت رأيي ورأيي ورأيي حسنا لا نظر شيئين يقول لك هذه مؤامرة حسنا في 2023 عارض مؤامرة ديارة من هذه المؤامرة مؤامرة من الجزائر وده با أسبوعية انجليزية وقد تكون هذه عارض مؤامرة انجليزية وأنا بس أعطيكم واحدة لمدة شدت واحدة ديارة ديارة المواقع نسميها بوليسية وانتو ما عارفينها وانا عارفها لما نطولوا واحدة منهم هي الدار ذلك الموقع اماراتي ذلك الموقع اماراتي بشي مغاربي ما عنده تاخياء علاقة بالمغارب كان ذلك جريدة الاحداث المغاربية لان احنا عارفينها ديال من نقول لكم ديال من او لم نقول لكم ديال من هذيك ديال مخابرات ديال لا تجد كان وثائق وثائق رسمية كانت تقول لك هذيك ديال هذيك ديال هذيك ديال هذيك ديال هذيك ديال من ما نطولوش في هذيك ديال هذيك ديال هذيك ديال هذيك ديال هذيك ديال ن prosecut تقول ل mir هذيك ديال هذيك ديال الملك مع الشعب. سعب جاكي. فرحبا. والملك لابس ديك القميزة دي للمنتخب الوطا دي. علاش? جطاواتي عليمت. بتخرج ديك الصورة. اه. وشوفوا برلمان دابا. تمانين في المئة دي الخبيرات اللي خارج على السلطات. العليا الحموشي. هالحموشي عين. هالحموشي عمل. هالحموشي الحموشي الحموشي الحموشي. وعشرين في المئة دي الملك. وكنسي موقع اخر. الفام. حق هاد الموقع هادا. بوليسي. دي المخابرات. كعتني واتعليمات. هادا ولا ناطق هادا باسم لا ديستي. هادا الموقع دي البرلمان. وكتر مهد شي. قلتو. طوما هادا المغات كان كيكتب علا. عالي عمار. قلتو. اه مغام مغة كادل عالي عمار. ها هو هادا هوا حكموا عليها. او كان بها يساق بانكا. او او كان يخرج لوتر. وحنا حبس. حبس. ما بقاش كيكتب علا عالي عمار. علاش. طوات عالي مات. ادي استيقلت لذيك محمد الخباشي. قلتو. من اليوم. ما تبقاش تكتب علا عالي عمار. سيفيني. ما بقاش تكتب علا. ما بقاش كيكتب علا. حدث مغيبية. باقي خدامك تكتب مغيب. ما بقاش تكتب علا عالي عمار. ولكن بغلاما ما بقاش. منعه هي كتب علا عالي عمار. ما كن يمنعه. باش هي لا تجد. منعته لا ديستي. هتشوف انت كتعمل خدمتك. هو كعمل خدمته. بغلامان ديال سبان وقات. شتو شتو. كيهجم على. كيهجم على عباد الله. واش دبا. السي الحموشي. دبا هات السيد هذا كيهجم على قصير. كيهجم على ولدو ديال سليمان اغيسوني. وفي الوقت الحسن تسادي حنا ما كناش كنشوفوا هات الشيعة. دبا وليتو كتهجم على العائلة دبا. دبا كتهجم على واحد قصير. دبا في الحبس. خمس سنين ديال حبس. وانتو ما كتهجم على ولدو. الله هي ما كتحشموا. قصير من بالله. ما كتحشموا. واذا بقبل ما ندخلنا في الموضوع ديال. دي ايكونوميست. قبل ما نقول لكم واحد شي حويز اللي غاديت. غاديت تفاجأوا. واتعوفوا هذا الناس هذا. هذا المخزن هذا اللي كان هضاء اللي هنا. اللي هضاء عليه ديك نيكولا بيلام. اكيد اخي عليكم. كيكدب عليكم. وانتو ما قلسين سما كتتسيقوا. نصحح شي اخطاء. ارتكبهم. نيكولا بيلام. في ديك المقل ديال. الخطأ اللي قال. عندما استعمر الفرنسيون المغرب في نهاية القرن التاسع عشر. قاموا بتركيز الدولة. وادفاء الطابعة الرسمية على حدودها. نحن كان عفوا الاستعمر. ما تخلصي في نهاية القرن التاسع عشر. ولكن ما رجل نطوله. هذا الخطأ صغير. ارتكبوا هذا الصحفي. نيكولا بيلام. والخطأ اخر. هو اللي ارتكب هذا نيكولا بيلام. باش يرتكبوا واحد خطأ صغير. وصحفي. قال لك هو الوليدة ديال اخوز عيسر تفنت داخل القصر الملاكي. هذا مكتوب تحقيق صحفي دياله. هي باشي الوليدة دياله. هي جداته. وهذه جداته ما هذه. توفت فين؟ توفت في طنجة. وكانوا خصوم يدفنوها. بواحد. المقبرة تسمى مقبرة المجاهدين. بعيدة. بعيدة بزاف. وهو ما طلبوا الفابور المالك. باش يدفنوها فين؟ يدفنوها في مقبرة مرشان. اللي هي مغلوقة هادي. خمستاشر سنة. على سنة خلقوا المقبرة ديال المرشان. على جزات حدا القصر المالكي. القصر المالكي جديد بس كو كان في الوقت ديال الحسن ثاني. كان في القصر ثمه. الحق كان مهم ما كان طايح. وصابوه وقدوه على جزة بالمالكي يمشي بزاف. في طنجة وطيطوان. ووجد حدا هادي واحد المقبرة. ذلك المقبرة ديال مرشان. هلا. نشدوه. نشدو المقبرة. وكان حدا هادي واحد الملعب. واحد الملعب ديال القورة. هده طنجة وين كتابوا من ذلك الأطار ديال البلاد ديالهم. ديال مدينة ديالهم. بديال الوقت اللي كانت مدينة دولية. وكان وقع بناوها الاسبان. باشي الانجليز الاسبان. ايووو. احتروا ما قال لكيب. ملعب ديال القورة. سطاع. وصيدنا. 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 شدوه احتروا ما ديال الملعب. باشي يسدوه. وعملوا واحد الحريقة. وعملوا شي حوي جا تسمى. ديال المقبرة دمرشان. كانت مغلوقة هذه خمستاشر سانة. وان هالي توفت. حناهم. جدادهم ديال اخوز عتر. حلو. باش يدفنوا شخص واحد. بسيدنا. اخوز عتر. والخطأ اخر. انا. انا قلت انتكلموا على. هذو اللي كنتم سلخ العباد الله. هذو اللي كنتم بذلك. هذو اللي كنتم بذلك. قلت انا. ابو زعيتر وعمر. وجوح الاخ صحاني. قال لي الله بشي ابو زعيتر. وعمر. هوا ثلاثة الاخوة. هوا ثلاثة الاخوة. هوا ثلاثة الاخوة. ما اعرفت buna. هم هوا هزهجور اللي كنتم بذلك. هوا ابو زعيتر. وعتمان وعمر. او اكتر. والمجدداء والقطال. واذا بغانتخلوا في الموضوع ديالله. موضوع اللي كيهمنا. كيف هاجه. مخزن. هدى الان. انقلاب. عسكري. ضد الملك. محمد السادس. تعريك تخوّر. بعد اولين نخوّر بشي انا اللي كتبتها. مش انا اللي يتكلم في الناس. وتانيا انا نقول لكم. ما كنتم بغي نقول لكم في الفيديو اللي فات. انا بغي نقول لكم. وثمه مؤامرة مؤامرة ضد المالك وهذا الشي. وهذا الشي ماشي صحح. وش كون اللي يقال نيكولا بيلامات الصحفي بعدها. الانجليزي. بان غادي يكون واحد لانقلاب. ولا المالك بغي يحيد هاد الناس دي. ولا ديستي ولا تجيد. وهاد جقلالة كاملة غادي يكون واحد لانقلاب جده. ش كون اللي يقال له. على اليوم غادي نقول لكم الحقيقة شنوية. اولا. احنا الصحفي اللي كنتبعوا الشؤون دي البلد دي. لنا كلافو نيكولا بيلام منه يعمل مغارب من الفين وجوج. الفين وجوج. مخابرات الدولة المغربية جاءوا على نيكولا بيلام بالفين وجوج. ياك. وتقول له يوش دخل فاتسيو جاءوا عليه في الفين وجوج حنا في الفين وثلاثة عشرين. لا 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 لا. مالك يجوهم على شي صحفين. اه. ديكش دائم. ديفينيتيف. و هم كنتبعوا عليه في ديك الوقت في الفين وجوج كنتبع بي بي سي. وهذا نيكولا بيلام كافة اللينجليزية وكافة العربية كافة الفرنسية والاسبانية كاتها تقتل العربية. فوسها. هو. شكا كامل نيكولا بيلام في المغايب في أكتوبر 2021 هو مملأ مملأ يدخل المغايب ماذا يعرض نيكولا بيلام يجي المغايب في 2021 المخزان مسؤولين في المخزان بنية السرية عداء من البنية السرية عداء نيكولا بيلام يجي المغايب في أكتوبر 2021 حلولوا البيبان كان هناك السيدة الساكن من المغايب كان في أغباط العصيبة المملكة المغربية ماذا كان من المكلف به؟ كان شخص مكلف به نيكولا بيلام من المغايب قلت المغايب حتى خرج ما عبد الملك العلاوي كنتم تتوقع عبد الملك العلاوي عم ملك العلاوي كان كنتم تزيدا بشكل بشكل بمسيق حمد الشرعي عبد الملك العلاوي كان مكلف بالصحافة الفرنسية دخلة مخابرة المغايبية عبد الملك العلاوي بهذا الوثائق اللي عندنا اللي يهدر على محمد ياسي المنصوي يقول البص البطران 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 عبد الملك العلاوي هو والدون الحمد العلاوي الحمد العلاوي نتكلم عليه في فيديو مقبل فيديو دير التاريخ دير السياسة هذا العبد الملك العلاوي هو اللي تكلف ب نيكولا بيلام من اللي يدخل على مغايب نيكولا بيلام من اللي كان في المغايب كان في المغايب معروض واش هما خلصولوا البياء او لا خلصولوا اللوتل ما كان دونش اللي كان قولانا معروض هما قلوا الواجهة المغايب كين مشكلة لهو صحفي مهاني وانا اقول لكم علاش نيكولا بيلام صحفي مهاني هذا عبد الملك العلاوي هو اللي كان يدهى عند عباد الله واللي كان يدهى عند الناس ديال المخزن هو اللي ادهى عندك الناس اللي قالوا له هاد المشكلة عنا مع ابو زيطر هما عرضوا على جود الحواج وهمين حدوا على الجزائر آلي ربما يهاجم على الجزائر فقالوا له الجزائر من الجزائر واتانيا عرضوا على جود لماذا عبد الملك العلاوي يدعى نيكولا بيلام لا يوجد شيء واحد لا يوجد شيء مسؤول في المخزن الحاجة اللولانية التي يقول له أننا لدينا مشكلة مع ابو زيتر هذا السيد هذا صافي ما الدولة تفيد هذا السيد لماذا ندخلها عند الملك؟ لا يمكن أن ندخلها عند الملك هذا السيد هذا ابو زيتر لا نعنى ندخلها عند الملك في أكتوبر 2021 نيكولا بيلام عرض المخزن يأتي إلى المغارب ويتكلم عن مسؤولين المخزن سيكون تتكلم عن صحفيين سيكون تتكلم عن مناظرين ولكن سيكون تتكلم عن ثلاثين من الناس المخزن ما الذي يقول نيكولا بيلام هذا الملك محمد السادس هي بغير يعدد بعدو وحيد ناس ديال المخادرات ناس ديال البوليس السياسي غايتقلبوا عليه وعملو له واشد نقيله معسكاري ما تجد صحافين ما تجد المناديلين ماجد اج Ridgeall أعمال واتلقي مع رجال أعمال احتروا ما الناس المخزن هم يقالوا له هذا سياد ما يقول نيكولده يدخل هنا قلتكم في 2021 في أكتوبر في الأوتيل سوفيتل. كان عندو قاشي لقاءات في القوتل سوفيتل و احنا كنعافوه كل القوتل في المغايب. وصغط القوتل بديك الاهمية اللي كاينة كي كنو عسيه دير لديك ستيكينس ما مكلف بديك القوتل. احنا كنعافو هذه يا ولا ما كتفوهاش ما انا كنقول لكم. واتسينة دا. طبعا غالي يكون نصوره وفيلمه وكل شيء وشجله. وما تلقاش زي ودخوا اللي تقول لنا لنا هده. هاد اللي قلتوا علوه. المخزن اللي على الطوة في اكتوبر قديل الفين واحد وعشرين كان هده في او تلسوفيتل. انتو من اللي قلتوا له هذه. هم. هم اللي قلت له هذا. وذا بد نيكولا بيلم شو نعمل? هم نعمل بحال واحدة تسعى فيها خول والاسباني. ما باك يعيز طولو عبدالحق سمبريرو. ايجناسيو سمبريرو عبدالحق سمبريرو عبدالحق السعافي الاسباني اللي يهاجمن علي هده سعاد. يجب ان تسميتك عبد الحق سيمبرارو. سنعطيه. يجب ان اعطيه. عطيه لادوكة لي. العباسي. عطيه لمرابط. عطيه لعبد الحق سيمبرارو. معطيه لصحافة المغربية. حاجر عليكم حاجر على الصحافة المغربية. في ألفين وخمسة في يناير أحد نيكولا بيلان بحل عبد الحقسي مبقر أجمع ذيك البركة وقال لده بناس سمعت لهذا الناس وبغي نسمع الناس أخرين يسمع ما هداوه 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 مسؤولي الأجانيب صفارة أجانيب هم اللي يعودونه شي حويش وخرج ذيك تحقيق صحافي دير اللي ده بك يقلق بزيب الناس الحوما ما بك يقولوش تقولوش بأنهم عرضوز زياد يجيل المغايب هما المخزان البنية السغية علاش هما كانوا في حاجة الصحافة الأجنبية كل الصحافة دينوا عيات كتهاجم على زعيسر والو شكو ندعي فيها كي يكتبوا على أبو زعيسر هالحنبس دا هوا عمال هاخوتو هالطموبيلات هدا ايش نوقع ما قاع والو يابا العمام ما تقداش ما تقداش تتابع أبو زعيسر والله ما تقدر تقولوا علينا انتوما بذيك قفاطن ديالكم وذيك عمتي ديال عاسب القانون هالفصل لمنعاف دياله اذا انا والله لديك الشي ما كان تقس بيكم قدوش على أبو زعيسر وذيك ما مشو عند الصحافة الأجنبية باش غتعاونهم ضد زعيسر مشو عند من مشو عند ديال ايكوناميست ومشو عاوضة حتى عند لوفيقارو حتى عذاك ديال لوفيقارو مشاو وحلولوا البيبان انا ما كان قلش شوفوا الاخوان مهمة شي انا ما كان قلش هاد الناس هدو خلصوهم هاد صحفيان ولا خلصوهم البيان ولا خلصوهم اوتل لا 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 ماشي في حاجة حاكي عرضوهم كيقول لهم اجيو اجيو للمغرب وهذا نيكولا بعلام عاوضة نقول لكم صحفي حريفي هم اللي دخل الانجليز وسمع ديك الباركة ديالو وهدي كتحقيق صحفي وهدي مهراكة مهراكة طويل ديك الشي وهذا على عبدالله طيب الحموشي ما مسحلوش الكابة اكتب الصحافة اظهرت احتراما للحموشي اكتر من المالك ديك الشي اللي قدتكم بغلامان 80% اللي قد تهدع للمخزن كنت تتكلم عن الحموشي او عين او عمل او سوبرمان او زوين و 20% اللي مالك ديك بغلاما كنت تقول للمغربة الحموشي اهم من المالك محمد السادس اذا كنتم تقولوا لي لا نقيلها باش نقيلها انا قلتكم المخزن ضد المالك وهذا الشي باشين اللي قلتوه انا ما عملت يديك التحقيق صحفي عملوا صحفي مهن معروض منطرف مخزن وكتب عاود قال لك انتكس الحموشي العديد من الاصلاحات الليبرالية منذ السنوات الاولى لحكم محمد السادس محمد السادس محمد السادس تكتب عملشي اصلاحات الليبرالية وجهد الحموشي وقال لهم احبستشي كل شي وهذه هالا الحقيقة هالا الحقيقة في الفقر وقال لهم وقال لهم اصلاحة لهم السنوات الماضية مع هشام المنصوري مع توفيق بواشرين مع عمر غاضي مع سليمان غيسوني مع الأستاذ زيان محمد زيان وكتب قل يرتبط عهد الحموشي بممارسة معينة واحدة الابتزاز الجنسي هتسينا ذكر في المغرب معروض من طرف السلطات المغربية أنا اللي اتفاجأت في واحد الهاجة لا تكلمش هلها فؤاد علي لهم قال لك المخزن هو عبداللطيف الحموشي لا هذا رأيي الخاص ديالي المخزن هو فؤاد عليهم وهو عبداللطيف الحموشي وهو محمد يا سيد المنصري وشي ناس وخير اللي سأتكلم عن البنية السرية نقول لكم شو كونهما مخزن الزرواطة مخزن الفلوش وهذا نحن نسوهم أنا كتبتها هدي 24 سنة كتبتها في الكورية انترنسيونال واحد المجلة فرنسية كتبت ما كين شغل مخزن ذي الزرواطة ما كين شغل مخزن ذي الصلاخ ما كين مخزن ذي التعديب ما كين مخزن ذي الحباسات كين مخزن أخر المخزن ايكوناميك المخزن فنانسي وغادي نتكلموا عليه غادي نتكلموا عليه المخزن ذي الزرواطة والمخزن فنانسي فالفيديو دي انه المقبل وهو هذا إلى اللقاء مع السلامة والفيديو المقبل البنية السرية اللي كتحكم المغايب المغايب كي دخوا علينا بأبو زيتاء نتكلموا على أبو زيتاء ولكن المشكلة بالمغايب بشي هو أبو زيتاء المشكلة هو البنية السرية اللي هي مسيطرة على الدولة المغايبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر